اهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الاخبار من قناة 22 قالت الناشطة الحقوقية اميرة بوراوي ان لا احد ساعدها في رحلتها من الجزائر الى تونس لتصل فرنسا اكدت بوراوي في حلقة امس من برنامج بكل حرية على قناة 22 بان السلطات استغلت قضيتها لتلفيق التهم للصحفي مصطفى بن جامع وسجنه وراء القطبان اظن ان صحفي مصطفى بن جامع ترك في السجن لسبب واحد فقط لانه صحفي لا يزكد مثل قادي احسان لانه صحفي لا يزكد ونرى الان الاعلام في الجزائر لقد طلبوا منه الصمت بكل الطرق بطرق تعسوفية بطرق ربما البعض منهم شرية البعض منهم يزكد لكي لا يكون لهم مشاكل لكي لا يرجع الى السجن صحفيين عدة سجنوا في وقت الحراك مصطفى محمد مولوج صحفي ليبغتي الصحفيين قلقوهم بزاف يعني يحليل يحليل اظن ان مصطفى بن جامع استغلوا قضية بوراوي او ما سمي بقضية بوراوي وبوراوي نفت لبرنامج بكل حرية المزاعم التي تقول بان المخابرات الفرنسية ساعدتها للخروج من الجزائر وقالت ان سلطات الجزائرية تهمتها بتهمة الهجرة غير الشرعية قلت يومها ان المخابرات الفرنسية لم تساعدني وكما كان الحال فان القضاء الجزائري لم يتكلم بتاتا عن اي مخابرات خارجية ساعدتني على الخروج من الجزائر اذا والان عواضا ان يقول كل من قال انا ذاك ان المخابرات ساعدتني انه لم يساعدني احد ولكن قررت الدهار البعض سيقول وهربت المناظلة نعم هربت عشرون سنة من التأسف ضد المناظلة وهذا شيء عادي ولكن ضد الام ضد البنت ضد الطبيبة التي منعت من ان تذهب الى المستشفى تأسف كبير وكبير جدا اذا كل ما قيل عني خطأ وحتى العدالة الجزائرية حكمت عليها بتهمة واحدة وهي تهمة الراغة كانت هذه اميرة بوروي في حوارها مع قناة 22 بالضبط مع برنامج بكل حرية وفي اخبار معتقلية الرأية قرر قاضي التحقيق لدى محكمة تابو دواو ارسال المستندات للنائب العام لدى مجلس قضاء بو مرداس فيما يخص ملف كل من معتقل الرأي محمد جلوت المدعو محمد ملياني والطالب بن عدوان ياسمين في انتظار برمجة المرافعة امام غرفة الاتهام وكان قد اعتقل الناشط ملياني في الرابع والعشرين من اوت الماضي بعد مداهمة منزله العائلي في بودوه من طرف عناصر الشرطة ليتم وضعه تحت النظر الى غاية الواحد والثلاثين من اوت اين تم تقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو رفقة الطالب الجامعية والناشط في الحراك ياسمين بن عدوان والذي امر باحالتهما امام قاضي التحقيق ثم يصدر ضدهم امر بالوضع رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق فيما وضع وضعت الناشطة بن عدوان تحت نظام الرقابة القضائية وذلك بتهم بينها جناية استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال للاشادة بمنظمة ارهابية هدى واجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة استئناف محاكمة معتقل الرأي السابق بن عمار ردوان الى تاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل عن حكم ابتدائي صادر في حقه من المحكمة الابتدائية لسيد محمد والقاضي ببرأته اطلقت السلطات الفرنسية سراحة الشرطية الذي اطلق النار على شاب من اصول جزائرية خلال تدقيق مروري ما تسبب في مقتله في وقعة اثارت اعمال شعب في فرنسا بنهاية جوال الماضي اكد مكتب المدعي العام انه في اطار الاجراءات القانونية التي فتحت بشبهة القتل بعد وفاة الشاب نائل فقد قدم محامو الشرطية المتهم طلبا جديدا للإفراج عنه بكفالة وذلك في التاسع من نوفمبر الجاري كما اوضحت الاجهزة القضائية انه بقرار صدر امس قرر قاضي التحقيق لاستجابة لهذا الطلب مؤكدا ان معايير الحبس الاحتياطي للشرطي لم تعد متوفرة في هذه المرحلة من التحقيق وتم توجيه تهمة القتل الى الشرطية الذي سجن بعد اطلاق النار على نائل البالغ من العمر سبعة عشر عاما من مسافة قريبة جدا في السابع والعشرين من يونيو خلال تدقيق مروري في نونتير دواحي العاصمة الفرنسية يتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الواحد والاربعين على التوالي حيث استهدف القصف الاسرائيلي ليلة امس محطة للفترول تؤدي او تأوي نازحين وسط غزة خلفت تسعة شهداء وعشرات المصابين ويكون بذلك عدد الشهداء ارتفع في قطاع غزة منذ بداية الحرب الى احد عشر الف وخمسمائة بينهم اربعة الاف وسبعمائة وعشرة اطفال واصابة ازيد من تسعة وعشرين الف مصاب واقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء لكن هذه المرة من جهة الجنوب وذلك بعد يوم من اقتحامه ومحاصرته بالدبابات وما يزال الالاف من المرضى والنازحين والطاقم الطبي محاصرون داخل المجمع الطبي دون ماء ولا اكل ودون دواء وتفيد اخبار عاجلة بان جنود الاحتلال دخلوا قبل لحظات الى المستشفى وبدأوا باطلاق النار بكثافة وتدمير بعض مرافقه بالدبابات وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياه انتقادات واتهامات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسبب تعليقات له امس وصف فيها اردوغان اسرائيل بانها دولة ارهابية ومن ضمن مقال نتنياه في تعليقات نشرها مكتبه ان اردوغان يصف اسرائيل بانها دولة ارهاب لكن في تصرفاته يدعم حركة المقاومة الاسلامية حماس وخلال اسباع الماضية وجه اردوغان انتقادات حادة لاسرائيل ولنتنياه على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي اخرها كانت امس حينما قال الرئيس التركي ان اسرائيل دولة ارهابية ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة مشددا حدة انتقاداته المتكررة للقادة الاسرائيليين وداعمهم في الغرب وادف اردوغان ان الحملة العسكرية الاسرائيلية في غزة تشمل اكثر الهجمات غدرا في تاريخ البشرية بدعم غير محدود من الغرب اعلنت وزارة الامن القومي الاسرائيلي انها تصدر يوميا 1700 رخصة حيازة السلاح الناري من اجل تسليح المستوطنين وذلك منذ السابع من اكتوبر الماضي وصرحت الوزارة انها تلقت 236 الف طلب للحصول على رخصة حيازة السلاح واصدرت اكثر من 31 الف رخصة للمستوطنين منذ السابع من اكتوبر واشارت بعض التقارير بان هذا الرقم الذي جاء خلال شهر يوازي طلبات حيازة السلاح في 20 عام من النشاط الاعتيادي يذكر انه بعض طفان الاقصى امر وزير الامن القومي لاسرائيلي اتمار بنكفير بشراء عشرة الاف قطعة السلاح لتزويد المستوطنين بها صوت البرلمان البريطاني مساء امس ضد قرار يطالب الحكومة البريطانية بالدعوة لوقف اطلاق النار على غزة باغلبية 293 صوت ضد 125 صوت وقد تجمع المئات في مظاهرة حاشدة وسط لندن احتجاجا بتصويت البرلمان البريطاني ضد قرار وقف اطلاق النار الفوري في غزة من جهتها اعتقلت ليلة امس شرطة واشنطن متظاهرين كانوا نظمون احتجاجا كبيرا نظم امام مقر الحزب الديمقراطي في العاصمة الامريكية محاولين اقتحام مبنى الحزب للمطالبة بوقف فوري لاطلاق النار على غزة اشتركوا في القناة نهاية الموجزة شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة